المبعوث الأمريكي الخاص باليمن يعلن عن مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة الأممية للمرة الثالثة الألغام الحوثية تقتل وتجرح أكثر من 2500 مدنيين وتعز تتصدر قائمة المحافظات المتضررة تقرير حقوقي يرتد أكثر من 17 ألف حالة تعديد ومقتل العشرات من الإعلاميين والصحفين الواحدة بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم محاولة حوثية يائسة لعادة تكريس حقبة الإمامة الرجعية المتخلفة التي جثمت على صدور اليمنيين طويلا حتى تخلصوا منها في السادس والعشرين من سبتمبر 1962 وبزوغ فجر الجمهورية التي أخرجت اليمنيين من أتون الجهل والفقر والمرض إلى نور العلم ورحاب المعرفة والبناء والتنمية التي ما إن سنحت الفرصة للميليشيا الحوثية في فوضى العام 2011 لترتدي ثوب الإمامة وتدمر كل ما تحقق لليمن الجمهوري وتسعى لعادة تلك الحقبة المضرمة بكل سلبياتها يعل يمنيون جيدا مساعي الحوثي الحثيثة لعادة عجلة التاريخ للورا ومحاولة القضاع بأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ويؤكدون التمسك بها وإنهاء أحلام الإماميين الجدد وأطمع إيران التوسعية طلق أجدادنا في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر انتثاث الإمامة واختلاعها من قذورها ويحاول المتحوثي ومتحوثي اليوم إعادة عقلة الإمامة إلى من قبل ستينيات القابل الماضي يحاولون في المناطق الخاضعة لهم أن يعيدوا فقر الإمامة إلى تلك الأيام وأن يستعبدوا الشعب لكن هيهات من الضلة نحن شعب قد وعى أجدادنا قد وعوا وكرسوهم ونحن قد حملنا السلاح في وجوههم وغدا سنحمل المكرسة لنقدسهم ونقدس قدرهم 26 سنبار ثورة شعب قضت على الجهل وعى اليمامة وأباءنا وأجدادنا عايشين كانوا في رخاء في أهد الزعيم علي عبدالله صالح الزعيم علي عبدالله صالح هو الذي أنهى بقية هذه الآثار وشق الطرقات وعمل المصالح العام من الشعب ورموه بالرحيم وهو لا يستحق الرحيم وإنما كان من أعظم شهداء اليمن وهو الذي ضحى بالميزانية واقترض ميزانية من الدولة وعمل مصالح للشعب ثورة 26 ستمبر قام عليها جماجم كبار يعني ضحوا بالنغالي وبالنفيس حتى استقامت يعني أبادوا الإمامة للنهاية يعني بيت آل حميد الدين أنتهت إلى أبدالآبدين والآن أحنا يعني في الفترة هذه يريد الحوثيين أن يعيدوا آل حميد الدين يالهاشميين والمهد يوم أدركها لا شيء لا يمكن أن يدقع إلى الخلف أبداً أبداً الثورة ماضية وما زالت ماضية ويعني راحوا فيها شماتي بجبال ديجال أبطال يعني مثل الإرياني مثل عبد الله الإرياني مثل محمد الإرياني مثل إبراهيم محمد الحمدي مهما كان يعني بالحاجات مثل الغشبي ثم أجل الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه رحمة الله الرحمن يعني الرجل الصادق الحليم الحكيم يعني زعيم بمعنى الكلمة قام الثورة الـ 26 ستمبر بالقضاء على العمة ونقل اليمن إلى العهد الدهبي إلى عهد العدالة إلى عهد المساواة إلى عهد القانون على يد الأحرار الشرفاء منهم الشهيد محمد محمد الزبيري 29 سبتمبر الثورة التي قدم فيها أحرار اليمن وثوار اليمن مع الثالث زبيري وغيره قدموا راحة جماجم لذحر الإمامة وإنهاء حكمها وها هو اليوم يعيد نفسه ليثبت الشعب اليمني أنه سيحافظ على هذه الثورة لذحر ميليشيات الحوثي الكهنوتية التي تصارع أن تعيد هذه الإمامة الطاغية الباغية لحكم اليمن بالسلالة وحكم اليمن بالاستبداد وحكم اليمن بالعنصرية المقيتة وتكبير الأياد سنقول لهم لا وألف لا كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كونغ عن مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة في اليمن والتي تنتهي في الثاني من أكتوبر القادم بعد تمديدها مرتين في يونيو أو أغوصص لمدة شهرين في كل مرة وأكد المبعوث الأمريكي رغبة بلاده في تمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر وأوضح ليندر كونغ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفق ما ذكرته وكالة بلونبرغ الشرق أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية في الحقيقة هناك هدنة سارية منذ الثاني من أبريل الماضي ويتم تمديدها كل شهرين ولفت ليندر كونغ إلى أن هناك تحركات للحوثيين ضد شروط الهدنة سواء من خلال إعاقة دخول النفط أو الهجمات في تعز داعيا للحوثيين إلى فتح الطريق في تعز وتطرق إلى مرتبات الموظفين مشددا على الحاجة إلى تعاون الحوثيين حتى يمكن دفع رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن ومنذ ست سنوات يعاني الموظفون ظروفا اقتصادية وإنسانية صعبة في ظل تنصر المليشيا الحوثية عن دفع مرتباتهم رغم استحوالها على عائدات من الإيرادات الموظفون في اليمن يدفعون فاتورة اقتصادية وإنسانية باهظة الثمن ست سنوات يكابد الموظفون الحياة بلا مرتبات بعد أن استحوذت ميليشيا الحوثي على أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار الكتلة النقدية في البنك المركزي بصنعاء أكبر كارثة إنسانية تركت تأثيراتها السلبية على حياة ملايين اليمنيين حيث تدهورت أوضاعهم المعيشية وتفاقمت معاناتهم على مختلف الأصعدة وأحالتهم إلى دائرة الفقر لتصل معدلات الفقر في اليمن إلى ثمانين في المئة الميليشية المدعومة من إيران رغم سيطرتها على إيرادات ميناء الحديدة التي بلغت أكثر من 150 مليار ريال يمني والتفنن في نهب أموال المواطنين تارة بشرعنة نهبها بالقوة باسم الدين وأخرى باسم الدولة مثل الضرائب والجمارك والرسوم والاتصالات والخدمات التي لم يعد المواطن اليمني يراها منذ سيطرة الحوثيين وكثيرا باسم الحرب أو كما يسمونها المجهود الحربي سياسة قمعية ممنهجة لتجويع اليمنيين فرغم كل هذه الأموال الهائلة التي تتحصل عليها الميليشية إلا أنها تتنصل عن مسؤوليتها ولا تعبأ لمعاناة المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات المستدامة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمسكن في ظل انقطاع المرتبات ثمان سنوات على نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر التي خلفت انهيارا اقتصاديا شاملا ساهم في حدوث كارثة إنسانية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وضرب مقدرات البلاد ونهب ترواته وانخفاض الناتج المحلي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي وصلت اليها بالمتفجرات والالغام بشكل عشوائي وسجلت الاحصائيات مقتل 198 شخص تلتها محافظة الحديدة ب127 حالة هذا ما كشفه التقرير والاحصاءات التي استعرضتها ندوة حقوقية نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق والشبكة اليمنية للحقوق والحريات في جونيف الندوة التي نظمت على همشن عقاد الدورة الحاد والخمسين المنعقدة بجامعة جونيف السويسرية وثقت في تقرير حديث 4631 حالة اضرار بشرية ومادية اثر الالغام التي زرعتها الميليشيات المدعومة من ايران خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مارس 2022 والتي تنوعت بين قتل واصابة وتفجير منشآت وتفخيخ مركبات في 15 محافظة المشاركون في الندوة طالبوا الأمم المتحدة بفتح تحقيق عجل وشفاف في الاستخدام الحوثي المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن التي تزرعها الميليشيات في مختلف المحافظات والوفاء بمسؤولياتها تجاه ضحايا الألغام والمساهمة في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الأضرار الناجمة عن استعمال الألغام البحرية لم تكن غائبة عن مضامين الندوة في الوقت الذي تتعمد الميليشيات الإرهابية زرعها في المياه الإقليمية وباتت تمثل تهديدا حقيقيا للملاحة الدولية في البحر الأحمر فضلا عن إعاقة حركة السفن التي تقدم المعونات الإنسانية الغذائية والطبية لليمن خصوصا وأن الميليشيات تزرع الألغام البرية والبحرية بشكل عشوائي ودون خرائط وثق فريق حقوقي لرتكاب الميليشيا الحوثية أكثر من 17 ألف تعذيب في السجون التابعة لهم ومقتل 15 من الإعلامي أو العشرات من الصحفيين والإعلاميين وأوضح الفريق الحقوقي للرابطة الإنسانية للحقوق في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الحادي والخمسين في جنيف أنه وثق أكثر من 17 ألفا وخمسمائة حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون الميليشيا الحوثية بينهم 587 طفلا و150 امرأة خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2022 وكشف الفريق مقتل 15 صحفيا ومصورا برصاص الميليشيا الحوثية خلال ذات الفترة إضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام في حق آخرين لا يزالون محتجزين في سجونها واستعرض الفريق الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد الصحفيين والناشطين والحقوقيين والمدنيين منذ اجتياحها المسلح للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 استنفرت قبائل بني الحارف بصنعاء رجالها ودعت إلى نكف قبلي على خلفية اختطاف ميليشيا الحوثية ثمانية من المشائخ وأودعتهم السجن المركزي بالعاصمة صنعاء مسلسل نهبي وصل في الميليشيا الحوثية لا يقتصر على المواطنين البسطاء والعزل فقط فللمشائخ القبلية وأراضيها نصيب من أفعال السلب والبسط التي تمارسها الجماعة كل يوم في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبات الخلاف بين أجنيحتها غير خفي خلافات اندلعت بين الميليشيا الحوثية ورجال القبائل بعضهم من المنضوين تحت لوائها على خلفية قيامها ببناء سور على أرض مفتوحة في سوق الخميس ببني الحارث وتبلغ مساحتها أكثر من ألفين لبنى تتبع المواطنين في مقدمة لمصادرتها كغيرها الأمر الذي جعل الميليشيا تقدم على اختطاف ثمانية مشائخ قبليين من بني الحارث إزاء اعتراضهم على تلك الممارسات الحاصلة في صنعاء وباقي المناطق وثيقة صادرة عن مشائخ بني الحارث أوضحت أن الميليشيا اختطفت كلا من الشيخ سلطان محمد الأوزري والشيخ أيوب أحمد ناصر والشيخ حسن يحيى حمود دغيش والشيخ محمد ناجي جمعان والشيخ عادل أحمد الحنبصي والشيخ علي مقبل الحنبصي والشيخ حزام الراعي والشيخ عبدالله الدربوح وتشير المصادر إلى أن من بين هؤلاء المشايخ قيادات حوثية تعمل تحت إمرة محمد علي الحوثي يستخدمها في نهب الأراضي والبسط على حقوق المواطنيين لكنهم أصبحوا اليوم وقودا للميليشيا وهدفا لصوتها فعل استوجب من قبائل بني الحارث بصنعاء إعلان النفير والنكف المسلح على خلفية الاختطاف والممارسات المهينة بحق القبائل إذ عقد مشايخ ووجهاء المنطقة اجتماعا في منطقة بير الراعي لتدارس الوضع ورفض تصرفات الميليشيا تجاه القبائل ووضع حد لنهب الأراضي سمرة النشرة وفيها بعد الفاصل استشهاد منفذ عملية طعن قرب رام الله أسفرت عن إصابة ثمانية مستوطنين اشتركوا في القناة استشهاد منفذ عملية الطعن قرب حاجز بيت سيرة جنوب غرب رام الله وفاد مراسلنا أن ثمانية مستوطنين أصيبوا في عملية الطعن على حاجز بيت سيرة جنوب غرب رام الله مشيرا إلى أن الإصابات تباينت ما بين خمس طعنا وثلاث بغاز الفلفل خلال محاولة السيطرة على المنفذ وقالت وسائل إعلام عبرية أن منفذ العملية قام بفتح أبواب السيارة لأحد المستوطنين وطعن ثلاثة مستوطنين وأصيبوا بجروح طفيفة وفي لبنان يتخوف اللبنانيون من استمرار إخفال المصارف حتى مطلع الشهر المقبل بعد عمليات الاقتحامات التي شهدتها المصارف من قبل البودعين لسحب جزء من أموالهم تواصل المصارف اللبنانية منذ الأثنين الماضي وحتى اليوم إضرابا مفتوحا احتجاجا على اقتحام مودعين لبنانيين للفروع المصرفية مطالبين بالحصول على أموالهم المجمدة منذ ثلاث سنوات بفعل أزمة السيولة وفيما نجح بعض المودعين في إجبار المصارف على دفع جزء من وداعهم المجمدة وفشل آخرون قبل أن تبدأ جمعية المصارف إضرابها ريثما تجد السلطات حلا لهذه المعضلة التي تهدد سلامتها الموظفين موظفو القطاع العام والخاص متخوفون من استمرار إقفال المصارف حتى مطلع الشهر المقبل الذين ينتظرون رواتبهم بفارغ الصبر وإي استمرار في الإضراب لن يكون في صالح عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يسحبون رواتبهم مطلع كل شهر من الصرافات الآلية ويرون أن إقفال البنوك منذ مطلع الأسبوع يعطل حياة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود الذين يسارعون مطلع كل شهر لسحب رواتبهم وردا على ذلك قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلغة إلى أجل غير مسمى وشيرة إلى استمرار المخاطر المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي وقالت الجمعية في بيان إنها اتخذت القرار نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأن البخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها وتابعت أن المصارف ستبقى أبوابها مغلغة قصريا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل وفي لبنان أيضا قال وزير النقل إنه تم انتشال جثة 53 شخصا قبالة سواحل سورية ليرتفع بذلك عدد قتل رحلة المهاجرين المشؤومة من لبنان إلى أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع وكان على متن القارب مهاجرون لبنانيون وسوريون وفلسطينيون لم تتضح بعد العدد الدقيق للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب لكن أحد الناجين قال إن هناك أكثر من 150 شخصا على متن القارب بدأت الجمعة عملية التصويت في الاستفتاء على ضم أربعة أقاليم أوكرانية هي لوغانسك ودوناتسك وخيرسون وذيبرغيا إلى روسيا في خطوة اعتبرتها كيف ودول غربية عدة صورية ويستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت جرونتش حتى السابع والعشرين من سبتمبر في المناطق الأربعة التي تسيطر عليها روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو واعتبر أن الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا غير شرعية أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فشددت على أنه لا قوة قانونية لنتائج الاستفتاءات إذ لا تتوافق مع القانون الأوكراني أو المعايير الدولية في الملف الاقتصالي تضاعفت أجور التأمين البحري والشحل التجاري إلى اليمن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يمنح بنك التسريف التعاوني والزراعي كاك بنك جائزة التميز والإنجاز المصرفي جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث كشف خبراء في التأمين البحري أن ارتفاع تكاليف الاكتتاب من قبل شركات التأمين بعد اندلاع الحرب في اليمن منذ نحو ثماني سنوات ضعف أجور الشحن التجاري للبلاد وسبب في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات إلى مستويات تفوق قدرات اليمنين ويعاني اليمن من تراكم أزمات التوريد والشحن التجاري وارتفاع أقصاد التأمين البحري وتبعاته على عملية الاستهلاد وتغضية احتياجات الأسواق المحلية التي تعاني من اختلال واسع في العرض والطلب وانخفاض متواصل للمخزون الغذائي واسعت الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق مع الجاهة الحكومية المختصة في اليمن إلى طرح العديد من المقترحات منها إن شاءوا صندوق ضمانة تأمين لتخفيض اقصاد التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية وذلك بغرض رفع اقصاد التأمين الإضافي ضد مخاضر الحرب ومشاريع لرفع القدرات الفنية والاستيعابية للموانئ اليمنية وتقدر الحكومة اليمنية احتياجات المالية لرفع قدرات الموانئ العاملة في البلاد بنحو 50 مليون دولار منح الاتحاد الدولي لمصرفين العرب بنك التسليف التعاوني وزراعي كاك بنك جائزة التمييز والإنجاز المصرفي لعام 2022 بعد تحقيقه على درجات تقييم الفني الخاص بجودة الأداء المصرفي وتضور الخدمات الأكترونية والنظام المدفوعات المقدمة لعملاء يأتياد بالتزامن احتفالات البنك الحكومي بالذكرى الأربعين لتأسيسه واستمر لصدارته الريادية للقضاع المصرفي الوطني في اليمن تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد حيث ارتفع سعر سرف الدولار بنسبة 18 من 10% إلى 18 ليرة و36 مليم وقبل ذلك تم تداول عمرة تركية عند 18 ليرة و38 مليم للدولار والذي يعد مستوى قياسي مخفض ويأتي انخفاض الليرة في ظل توقعات أن يقرر المركز التركي خفضا جديدا لسأل الفائدة بعد التخفيض المفاجئ في أغسطس 2022 وأخيرا ارتفع الطلبات يعانة البطالة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 17 الجاري لمستوى 213 ألف طلب بعد تسجيل زيادة بواقع خمسة آلاف طلب مقارنة بطلبات الأسبوع السابق التي بلغت 208 آلاف إلى ذلك كشفت وزالة العمل الأمريكي أن أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقونها خلال تفشي جائحة كوفيد نينتين التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي في مارس 2022 يتم تسريح أكثر من 20 مليون موظف في غضون شهرين خرج مستشفى الثورة في مدينة تعز عن العمل كليا بعد نفاذ وقود الديزل المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى وأفادت هيئة مستشفى الثورة العام أكبر المستشفيات في المحافظة عن خروج المستشفى عن الخدمة بسبب نفاذ مادة الديزل وحذرت الهيئة أن توقف جميع الأقسام والأجهزة الطبية جراء انقطاع الكهرباء يهدد حياة المرضى خصوصا في وحدات العناية المركزة والغسيل الكلوي وأقسام الرقود ويستقبل المستشفى المرضى والمراجعين بشكل يومي في المدينة المحاصرة من قبل الميليشيا الحوثية ما يضع القطاع الصحية والمنظمات الداعمة أمام مسؤوليات كبيرة لمعالجة المشكلة التي تتكرر باستمرار في تعز أيضا نظم موظفون وقفة احتجاجية أمام ساحة الحقوق والحريات تنديدا بثقاع سلجات المسؤولة صرف العلاوات السنوية وفي الوقفة طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية ورواتب المؤسسات الموقوفة ورواتب النازحين أسوة بالمحافظات الأخرى تأتي الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة وقفات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية نناشد رشاد العليمي نناشد رئيس الدولة نناشد رئيس الدولة ووزره على رواتبنا لنا ثمان سنوات من استلمترواتب مؤسسات المسالق من مدينة تعز يقول مع التلغر هناكنا يقول مع التلغر هناكنا الجمهر حسين المقترعي ينجل يلاقع لنا على رواتبنا من عدن هنا متباطع مع حد مثلوه يا محافظ يا وكيل يا وكلا مدينة تعز الجمهر حسين المقترعي يلاقع لنا برواتبنا من عدن نطالب المجلس الرئاسي بصالف المرطلبات حقنا حقالي السنة السابقة قبل سبع سنين ما قابلنا شخصنا كامل ونطالب الفوارق حقنا يعني يكتبوا علينا من شهر لا شهر أنه بيصرفوا لنا الفوارق بيصرفوا لنا البيس اللي عندهم حق سنة كل ما معين عبد الملك يصريحنا بيصرف الرواتب ويكذ من شهر لا شهر من شهر لا شهر البيس حقنا والعملة قديمة عالش قيمة الان ما تقدر ششري لاك يسبور ولاك يستقيق الان الراتب حقي يعتبر حقي يسبور الان معنا من عشر أطفال من خمسة أشهر تف يعني يما يقعدون هنا يعني من شهر لا شهر من رقوعي يكتبوا علينا احنا نطالب رئاسة التكتور الرشاد العليمي أن يصرف الرواتب الموظفين حقنا الفوارق حقنا كاملة لا يكتبوا علينا في ظل تفاقم ظاهرة الإدمان على المواد المخدرة وتفشي حالات الأمراض النفسية باتت الحاجة إلى إنشاء مرفق صحي لعلاج وتأهيل هذه الحالات ضرورة حتمية تجسد ذلك في مستشفى النهى المخصص لهذه الخدمات يعد هذا الصرح الطبي المتمثل في مستشفى النهى للأمراض النفسية والإدمان الصرح الوحيد على مستوى البلاد الإيمانية والذي مثل إنشائه امتداد لعيادات طبية كانت تقدم خدماتها لأعداد قليلة من المرضى إلا أنه في ظل تزايد عدد حالات المرضى النفسيين والمدمنين تم الشروع بإنشائه هو امتداداً لعيادة الطبية النفسية والإدمان التي بدأت العمل في 2013 وبأسباب تزايد الحالات المقبلة الطلب المتزايد على الرقود وعلى التأهيل تم تأسيس هذا المشروع في عام 2020 وتم افتتاح المستشفى النهى الافتتاح المبدئي في 15 اثنين 2022 المستشفى شهدت أقبال كبير من كافة العمار من كافة العماكن من مختلف المحافظات وحتى من خارج الوطن وبالرغم من مرور بضعة شهور على افتتاحه إلا أنه اليوم بات مزدحماً بالكثير من حالات الإدمان لأسيما متعاطو مخدر الشبو الخطير الإقبال متزايد على المستشفى من جميع أنحال محافظات الجمهورية ترى في الحالات بين الإدمان وبين الحالات النفسية الحصام وأكثر الإدمان كان على مادة الشبو وأكثر الآن حوالي أربع دفع خارجة من المستشفى والحمد لله أكثرهم متعافين وبصحة جيدة ولا زال الإقبال مستمر وقائمة الانتظار تزداد يوم بعد يوم القائمون على هذا المشفى يبدلون قصار قهدهم لتقديم خدمات علاقية شاملة لهؤلاء المرضى لتظل بعض حالات الإدمان الأكثر تعقيداً والأكثر قيدماً هي من تحتاج لعلاج أطول وإشراف متواصل الخدمات التي تقدمناها هي علاج الأمراض المفسية بكل أنواعها علاج الإدمان بكل أنواعه العلاج في المستشفى هو عبارة عن برنامج مجبوطة كامل من الإشراف الطبي العلاج بالعدوية العلاج عن طريق العلاج النفسي العلاج السلوكي يعني معرفة العلاج النفسي التحليلي عبارة عن جلسات نفسية جلسها المريض مع المعالج النفسي تتم خلالها كثير من المقاييس النفسية لفهم شخصية المريض وفهم طريقة التفكير وأيضاً التأهيل بشكل عام عندنا التأهيل النفسي التأهيل المهني تنمية مهارات المريض إذا كان لدينا مثلاً مهارات سابقة مهنة سابقة في كافة المجالات المهنية تم تطويرها وتفقد هويات المريض أو إبداعاته هناك تأهيل بدني المستهدفين بشكل عام يتحسنون بشكل جيد ومتاز لكن من المعوقات طول فترة طبعاً المستشفى في وقت حريج حالات كثيرة من سنوات طويلة بحكم أنه عدم وجود مستشفى فتأتي بعض الحالات المتعقدة والمتقدمة في المرض فهذه تحتاجي وقت أطول تحتاجي يهد أكثر من الطاقة من شكل عام الأهمية التي تمثلها هكذا منشآت صحية هو ما يستدعي مضاعفاتها لمعالجة حالات الإدمان بظل غياب منشآت ومراكز صحية حكومية تخفف من معاناتهم الطويلة والمستمرة ناهيك عن ضعف برامج التوعية بالمخاطر المخدرات التي تلقي بأثرها الوخيم على الفرد والمجتمع دشتنا محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بمدينة الخوخة حملة الرش بالمبيد متبق الأثر في المناطق المحررة جنوب المحافظة تهدف الحملة التي تستمر ثمانية أيام إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن الملاريا بالمحافظة إلى أقل من عاشرة بالمئة من خلال مكافحة البعوض الناقل للملاريا عبر رش أسطح أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وثمانين منزلا وينفذها مئة شخص بين عام الرش ومشرفين وتستهدف تسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وستة وخمسين نسمة موزعة على مديريتي الخوخة وحيس تسمى اليوم تدشين حملة الملاريا والتي تخصص بالأثر الباقي في مديريتي الخوخة وحيس والتي تستهدف ما يقارب خمس ألف منزل هذه الحملة طبعا هي حملة مهمة واستكمال الحملات السابقة كذلك إن شاء الله في الشهر القادم سيتم أو الذي بعده سيتم توزيع النموسيات على مستوى المديرية كامل بإسبال خوخة وحيس هذه الحملة تأتي وقاية لسكان الساكنين في هذه المناطق من خطر الملاريا والحميات الأخرى تأتي بدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية هذه الحملة تنفذ في عدد من محافظات الجمهورية بالنسبة لنا كبرنامج ملاريا في الحديدة وتعز وحضرموت وشبوة والمهرة هنا في مديريات الساحة الغربي لدينا مديريات الكوخة وحيس وموزع والوازعية والمخة ومقبنة أكثر من 15 ألف منزل سيرش بين محافظتين الحديدة وتعز في الحديدة هنا أكثر من 5 ألاف منزل الحملة ستستمر لمدة 8 أيام في الميدان تدشيل حملة الرش للأثر الباقي في مديريتي الخوخة وحيس والتي تستهدف أيضا بقية مديريات الساحل الغربي بإذن الله ستستهدف عدد كبير من المنازل وخاصة في المناطق الأكثر وبائية إضافة إلى بقية الأنشطة المتتابعة التي تثال خلال العام توفي ثلاثة أشخاص بانهيار منزل طيني الخميس فوق رؤوس ساكني في منطقة الحوطة مديرية ميفعة محافظة شبوة وفاد مراسلنا أنه تم انتشال ثلاث جثث تعود للأب محمد البابور باشيبة صاحب المنزل المنهار وابنته وابنه رقائنا على خير في أمان الله موسيقى موسيقى